يصل صباحكم اكتير سؤال بتكرر مين افضل خبز القمح ولا خبز الشعير باختصار شديد عليكم بتناول خبز القمح الكامل خبز القمح سعراته اقل من الشعير يحتوي على الياف بكمية اكثر يحتوي على فيتامينات ومعادن اكثر الخبز الشعير يحتوي على سكر هتيجوا تقولي طبعما زمان كانوا يأكلوا خبز شعير لانهم ما كانوش لديهم خبز القمح لان القمح في العصور القديمة كان فقط للفاقل بالجوازية للناس الاغنياء طبعا كتير بتشوف فيديوهات احضروا خبز القمح ما تردوش احد خبز القمح المعترف فيه عالميا فيه كغذاء اساسي ولكن خدوا الخبز القمح الكامل عشان استفيد صحيا عشان بيحتوي على الياف بكمية كبيرة ولو بده افضل بين القمح والشعير فعليكم بالقمح وليس الشعير اشتركوا في القناة